اشتركوا في القناة ليش لأ عبر نور الشرق ببداية حزيران بداية شهر قلب يسوع رح اتأمل معكن شوي صغيرة بالقلب قديش بحب قلبك واكتر من كلمة حب انما انا يلي بعشق قلبك وشو بعشق وبنطر اني اتكي على صدرك لا اسمع دقة قلبك لانه قلبك لي بيشفي قلبك يلي بيصغي قلبك يلي بيرحم قلبك ويريت قلوب العالم كله مثل قلبك انت قلبك يلي بيحضن قلبك يلي بينطر قلبك يلي بيصغي هيدا هو قلبك قلب الحب هالقلب يلي بيعطي وما بيسأل هالقلب يلي ما بيعرفي حاسب إلا حسابات الحب كرمال هايك يخليلي قلبك ويبقى قلبك عم ينبض بهيد الحياة رغم كل الصعوبات وكل الطلعات وكل النازلات كرمال هايك من قلبك لقلبك ومن قلبك لقلبك أجمل كلمات حب وبتستحق ينقل لك كل كلمات الحب يلي انكتبت بكتب هالدنيا بهيدا الحلقة خلوني كمانا كون عم بستضيف أبونا عبدو بوظاهر أبونا مرحبا على جديد الله معهد وقيف وهالمقدمة يلي فيها من القلب لقلب الرب وهيكي هالحب الكبير يلي بيجمعنا مع ربنا ببقى ما في أجمل نبلش كمان هيكي بكلام ملء ثقة بمحبة الله لقلنا قديش حلو هيكي قلب ربنا عن جد قديش حلو القلب قديش مهم القلب أصلا يعني وقديش تركيز كل العالم ع القلب يعني منحب من قلبنا منزعل من قلبنا منسأل بيبقى السؤالنا عجد من القلب بدنا نعرف الجواب يعني فقديش مهم اليوم القلب خاصة اجتماعيا وإنسانيا وإيمانيا وكنسيا نفس الوقت يعني لك تعرف نحن بحضارتنا الشرقية وحضارتنا اللبنانية القلب له مركز أساسي يعني دائما بنحكي عن مركزية القلب نحكي مثل ما تقلت من قلبنا قلبنا دائما بيتحرك ودايما بيتهمونا نحن الشرقيين إنه نحن جماعة القلب مش جماعة العقل يعني منفكر بقلبنا منحب قلبنا منتعاطى مع الآخر من خلال هالحب يلي أكيد ربنا زرعه بداخلنا بقى القلب أكيد بمجتمعنا بفكرنا له مركزية أساسية وبعتقد ربنا يلي تجسد بسقفتنا كان عم بيسمعه الكلمات وكمان أكيد بيستعمل هالكلمات كم من أمور نسمعها بالإنجيل قدرين نحن نفهمها أكتر لأن بعضنا عايشين ضمن هذه السقافة بقى اليوم بمجتمعنا محورية القلب أساسية مشان هيكي عويل حتى منقول يعني أعمى القلب يلي أعمى البصيرة بقى انطلاءا من قلبنا نحنا منفكر انطلاءا من قلبنا منحكي مع الناس وكل شيء نستقبله ما دخله هو القلب يعني بقى لا شك إنه إذا بحياتنا العادية بحياتنا الاجتماعية القلب هو اللي بيتحرك بالأول فكم بحياتنا الإيمانية وبحياتنا الروحية بصلاة القلب وبدأقول إنه عند الشرقيين متل ما في صلاة المسبحة يلي إجت من الغرب بالتقليد الأرثودوكسي وبالتقليد الشرقي عنا صلاة القلب يعني هالصلاة الهزيز يلي القلب عم بيردد كلام ربنا وبكلامك بهز ليلي نهاري بقى كمان نحن بروحانيتنا القلب إله مركزية ومحورية أساسية أنا بحب كتير صلاة القلب يعني ومصليها مرة ومرتين وحلوة يعني فكرة هي تسمع إنه صلاة القلب يعني أصلا قديش مهمة تكون دايما صلاةنا من قلبنا يعني مش إنه ترتاد حكي وواجبات يعني مع ربنا أكيد ديوقت نقول صلاة القلب مهم نقول للمشاهدين إنه ما عام نحكي عن عواطف صح ما هذا الشيء كنت بنزيدها صحيح ما نحكي عواطف هيك جياشة بقدر ما هو العمق بس نقول القلب يعني هو داخل الإنسان الإنسان بيداخله بعمقه بهالحب بعمل الروح الساكن بالداخل يلي بيصلي فينا بأمنات هذي كتير مهمة يعني هذي كتير مهمة إنه اليوم لما نحكي عن القلب عن الكنيسة وقلب ونوض الحب لأن في كتير ناس اتخذنا بمنحة إنه قديش كن عواطف وبتروح ضغر الأمور الهيك الخارجية والظاهرية وهيك مع إنما ما هو القلب يعني أنت عم بتغوص للعمق يعني ما فيك تكون عم قلبك عم ينبض بصلاتك بإيمانك بأعمالك بكل شيء أنت بتعمله وإذا ما عن جد بتكون تعاليا وانظرها يعني صح لنفوت للعمق لنقدر نتصيد الصيد الوفير يعني صحيح صحيح مثل ما قلت يعني القلب حتى مع بالكتاب المقدس بس نحكي عن القلب يا ابني أعطيني قلبك أو حيث هناك قلبك هناك يكونوا كنزك بقى القلب هو دائما ما عم نحكي عن أمور الخارجية بقدر ما عمها مثل عم تقول على العمق والله الذي يسكن في الداخل الله الذي يعمل في الخفاء بقى القلب هو هذا المكان يلي الرب بخاطبنا بطريقة مباشرة وهناك يسكن يعني في قلب الإنسان يسكن الله كمان في هيك أيتان الإنجيل بحبهم كتير وكانت تحفظ كل تلك الأشياء وتتأملها في قلبها صح مريم مريم بالبداية وحدة تانية كمانة حلوة كتير وكان يعلم خفايا القلوب صح يعني ما فزا قلتها مظبوط للآية بس حسب الترجمات صح شو كانوا عم بيفكروا بداخلهم بداخلهم بقلبهم من جوا يعني ما يحكوا الاشياء الفكرة يبقوا هني عم بيفكروا فيها هو كان بيعرف شو هي هيدا الفكرة وكتير أصلا مطارح يعني وأحداث وشخصيات كان مصدر التغيير هو رغبة القلب مش عاش شو بدي يقول يعني فرق مثل ما تقول قلبه قوي يعني ليعمل هيدا المغامرة وربنا بده ناس كمان قلبهم قوي قلبهم يعني شجاع يعني عندهم هالشجاعة انه يتبعوا ربنا ومثل ما قلت ربنا كان عم بيعيش معنا ققلب ينبض بالحب يعني كل يلي التقوا فيه شايفوا فيه مش بس الشخص الانسان ما شايفوا بس الفيزيونومية تبعيته ولكن شايفوا بعمقه في قلب ينبض بين الحب والرحمة بقى ويلي قدر عرفه مثل ما قلت أنت هو يلي حبه يعني مثل مريم المجلية أحبت كثيرا فغفر لها الكثير التلميذ الذي كان يسوع يحبه التلميذ الذي أحب الرب بقى بعتقد العلاقة يلي ربطت الله بالإنسان بشخص يسوع المسيح كانت علاقة نبع القلب ونبع الحب يعني المتدفق من هذا القلب لهيك منشوف على الصليب عند أقدام الصليب في يوحنى والمريمات صح بيناتهم أيضا أمه مريم يعني ولكن يوحنى كمان كان إله وقفة قلبية مع يسوع ومريم كمان كان إله وقفة قلبية مع يسوع وأمه أكيدة يعني هي اللي حضنته وربته ما تنسك وقلبة يلي يعني بنبوءة يلي يعني سمعان الشيخ وتألى وهي عم تقدمه للهيكل إنه حتى سيجاز في قلبك يعني سيف مؤلم سيف رهيب يعني هالقلب يلي حمل الكلمة مريم يعني كمان قلب مريم قويت بنحكي عن قلب مريم شو قلب مريم يعني هي كلها بكلييتها بداخلها يعني استقبلت الكلمة وعيشت الكلمة ومثل ما قلت كانت تتأمل كل هذه الأمور في قلبها وهذا القلب الذي تألم حتى عند أقدام الصليب بقى كمان هذا البعض موجود كتير حلو ومثل ما ضويت إنه الإنجيل الرابع يعني إنجيل يوحنى إنجيل ملء الحب ملء القر بيبلش أصلا صح يعني نشيد الحب يلي عنده إياه هو يلي برسالته الأولى بيقول الله محبة من أقام في المحبة أقام في الله وأقام الله فيه بقى هالقلب يلي هو سقن الله بين البشر منشان هيك نحن ببداية هيدا الشهر يلي هو مكرس يعني لعبادة وتكريم قلب يسوع أول من عبد قلب الرب هو إنجيل يوحنى يعني هو الرسول يوحنى مشان هيك نحن سميه رسول الحب الإلهي هو اللي سمع دقة قلب يسوع صح لأنه بحسب التقليد يعني بحسب الإنجيل هو الذي أدكأ رأسه إلى صدر المعلم إلى قلب المعلم ويوحنى الدمشق بقى الكنيسة بقول إذا بدنا نطلق اسم لهوتي على حدن نطلقه على يوحنى لأنه اللهوت الحقيقي هو أنا بسمع حب الله وأتب أدكي رأسي على قلب الرب ومن هذا القلب أتعلم اللهوت واللهوت اللي هو مبني على الحب بقى ما في معرفة عند يوحنى إلا أن أنا مرتبتي بالحب ما فيني أعرف الله إذا ما حبيته إذا ما اكتشفت حبه لا إليه بقى هاي العبادة يوحنى أوجده ومتل ما قلت أنت عند أقدام الصليب يوحنى ومريم يلي وقفين عم بيتأملوا بهذا الحب ما من حب أعظم من أن يبجر الإنسان نفسه وعن أحبائه ومن قلب الحب من قلب الفادي يعني على الصليب عم بيشوف هالقلب الذي يعطي كل شيء حتى لآخر قطر الدم وقطر المية على الصليب شو حلو عن جد هيك واحد يسمع وحبات فكرة كتير حلوة أيقونة يوحنى قديش رائعة الأيقونة يلي متكي على قلب يسوع أوكي مريم بفهم أمه بفهم ربته أوه هتمت فيه مش يتمعوا هالطريق هيدا واجب أصلاً وهي اختيار حبته ولكن كداش كان حلو أنه يوحنى هالشخص هالتلميذ يعني يلي سمع دقة قلب يسوع صح ما من انتبه لمرات مش أنه اتكى على صدره بس هيك هو يعني حب أنه يعمل هالخطوة غرف من قلبه غرف من قلبه كل اللهوت إذا بدك كمان هو يسوع لهوت الحب يعني حبات العنوان كتير صحيح لأنه نحنا اليوم من نجي نقول أنه شو شتقت اسمع دقة قلبك صحيح أنا شتقت تضحك من قلبك وشتقت تحب من قلبك فبي هاللهوت الحب يعني وحبات العنوان كتير قديش عن جد هيك دقت القلب شو حلوة فيها حياة يعني صح يعني اليوم تصور عندي يوحنى إذا نرجع لهالإنجيل الرابع لنحكي عن قلب يسوع لنحكي عن الحب الإلهي بس نحكي عن القلب عم نحكي عن الحب الإلهي أكيد هذا هو اللهوت الحب يعني هذا هو أصلا اللهوت الحب صح يوحنى بيربط لي شغلتين رائعة يعني رائع يوحنى بهذا الموضوع دايما بيربط لي اختباري مع يسوع معرفتي ليسوع انطلاءا من ما حبتي له وما حبته إليه يعني بكل إنجيله بحطني من البداية يسوع يلي عم بيحكي عن أنه هو ينبوع المي الحي يلي بدو يتفجر وبيقول هذا اللي ينبوع هيتفجر من داخلكم يعني هذا الحب يلي أنا عم بسكبه على قلب على قلبكن انتو كمان رح تسكبوه على الآخرين ويوحنى حتى بتشوف بكل مشاهد القيامة من عرف الرب بأنه قام؟ هو الذي أحبه مريم المجلية قالت أحبت كثيراً ويوحنى هو قال لهم إنه الرب هذا التلميذي اللي هو أحبه ومشان هاي كمان الأجمل إذا بدك بيوحنى مش بس نحنا عم نحب ربنا ولكن ربنا عم بيسألنا إذا بتحبوني يعني بعض القيامة هذا المشهد مع بطرس يا سمعان ابن يونة أتو حبوني يعني شو هالحلو اتأمل أنا بإله ما رح قوله بس فينا نتجرى ونقول بيش هتحبني الإنسان هو يلي ملء الحب عم بيقوله للإنسان بتحبني؟ يعني أنا بدي إياك تكون على ذات المسافة أنا وإياك رفعتك لا أدعوكم عبيداً بعد الآن بل أصدقائي بل أحبائي حتى ربنا يلي هو جوهر والمحبة عم بيقوله للإنسان بتحبني وإذا بتحبني بصدق المحبة بتبين ببذل الذات بالعطاء بقى هيدا الحب متبادل بلهوت الحب ربنا بيبادلني الحب يعني بيعطيني حب وبيطلب مني أنه أنا كمان حبه وهون بتنشأ يسوع بيقول فإليه نأتي وعنده نجعل مسكناً لنا يعني بيصير قلبي هو مسكن الله شو حلو لهيك حتى بيقلنا بالإنجيل أيضاً يعني يا ابني عطيني قلبك يعني أنا شو بده هو وما بده شي ونحنا شو يعني أهم شي وأغلى شي نحنا عنا هو محبتنا الصادق على الأشخاص لحولينا وبمحبتنا منخدم متل مريم منحب متل مريم منرحم متل يسوع منكون هالأشخاص المميزين لأنه ولا ممكن حدا يكون عم ينبض حياة وحب ويكون عابس وما يكون قيامة يعني ما يكون شاهد حقيقي للقيامة يعني مش بالكلمات والقيات والكتب بهو بشخص هو متل ما التلاميذ لما عرفوه عرفوه يعني ما بقى فيه خوف راح الخوف إنما صار فيها الحب يلي هو اللي عم بيعطيهم القوة من أول وجديد حب ربنا قوة الروح القدس كان بالقيامة وبالعنصرة وعلى الجبل بالتطويبات يعني في كتير مراحل لهكي لما ما نتأمل بهالشهر هيدا إدايش الكنيسة والكتاب المقدس عم يفتح لنا آفاق رائعة جدا طوبة لأنقياء القلوب فإنهم يعينون الله مية بالمية اللي عم بتطرحوا أنه اليوم الكنيسة وتب ترجع بتحط قدام المؤمنين شهر بتكرسوا لقلب عبادة قلب يسوع هي لترجع ترجعنا لهذا الحب لأن نتأمل بعمل الله الذي أحب فخلق الإنسان أحب فرحم الإنسان يعني حتى وقت الإنسان نرجع هايك للكتاب المقدس أحبه فخلقه على صورته مثاله وبذات الوقت الإنسان خطي رفض الله عصي كلام الله محبة الله ظهرت رحمة الله أمين يعني المحبة هون تحولت إلى أمانة الله إذا كل الناس رح يتركوك أنا ما رح أتركك إذا بيك وإمك رح يتركوك فأنا لا أنا رح أتكون أنا أمك وأنا بيك وأنا رح أتكون حدك أنا أمين أمين معك حتى الأخير فهمشوف هيك نتأمل كمان محبة الله يلي تتحول لأمانة والأمانة يلي هي رحمة الله الذي يرحم شعبه ولكن بذات الوقت مهم نعرف إنه هل محبة متطلبة يعني الله وقته بيحبني صحيح بيحبني بمجانية ولكن بذات الوقت بيحطني قدام مسئولية حبه لأقلي متطلب كيف يعني؟ يعني من هكذا بيقول الله غيور بغار بأي معنى بغار مش متل نحن البشر بس اليوم وقته واحد بيحب بغار عليك يعني يريد خلاصك يريد حياتك بيكون أحشائه عم تتحرك وقته أنت بكون بعيد عنه دايماً ريسوه فرجيني هادي الصورة الله هو البي البي يلي يناطر يلي يناطر عم أفرق الطريق أصلاً كله تعيناه من النظر وناطر ابنه اللي يرجع بس لمحوا ركض البي لعنده ادي في تفاصيل اليوم معليه لو ضقت شك ادي في تفاصيل ما مننتبه له نحكي عن الابن الدال ونصح له وصورة رائعة جداً ومثل هيك مميز في تفاصيل اليوم بيه وانت سبقت عكذا شغلة بانتو عم تحكي بس حبات تركت يعني تركتك هيك عم تحكي لأنه بيهمني الاشي اللي عم تحكيها والموضوع كتير دقيق في تفاصيل نحنا مننسيها أو منتناسيها ما عم بعرف شوه ولكن البي البي يلي هو رأس كل شي بيبقى السلطة البي هو السلطة ما نطروا يجي لعنده ركض هو لعند ابنه وابنه كان خاطئ وابنه كان عامل ما بينعمل من قبل يعني واخد هو القرار فهون منشوف عن جد بكتير مطارح هيدا الحب يلي هو بيوثب لعندك ما بينترك اوكي بده ياك تجي لعنده بده ياك تقبله بده ياك تفتح له قلبك يا ابني عتيني قلبك ها انا اقرع على الباب صح يعني على اي باب عم مش على باب خشب عم بدق على باب قلوبنا فعنجاب شو مميز تفاصيل الانجيل انا هده الفكرة اللي دايما هده تعرفي اللي عم تضوع عليه جون ايف انه اوقات نحنا نتأمل بالانجيل بس نتأمل بحالنا يعني دايما منحط حالنا ضغري نحنا وين بالانجيل ودايما بنا نكون نحنا لنقول بمشهديت الابن الضال نحنا الابن الضال ومننسى انه في وجه لازم تأمل فيه اولا لانكتشف حب الله يلي هو وجه البيت بقى مهم انا عم بقرأ كلمة الله اتأمل اولا بوجه يسوع اتأمل اولا بوجه الله وبذات الوقت اكتشف مثل عم تقول داي فيه تفاصيل اساسية هي يلي بتحرك فيه التوبة اذا انا ما اكتشفت محبة الله لالي ورحمته لالي رح ايجي لعنده بازلال رح ايجي لعنده انا خايف ومكسور وضايع مثل ابن الضال بس اكتشف انه هيدا البي لو مهما كانت خطاياكم يعني كبيرة انا يعني قد محوتك السحابة مع عاصيكا واذا كانت شو ما كانت خطاياك هل قدي سوداء انا ببيضة مثل التلج منشوف انه لا بدي اتأمل بسورة كنتعبول انه حب الله متطلب وحب الله من خلال وقتها بتأمل بهيك مشاهد منشوف دايما حب الله هو اول شي بلا شروط ربنا وقت حبنا ما حد شرط علينا حبوني وبس انا بعملكم بس بس بالابن الضال بكل كتاب مقدس بكتير مطارح اصلا بكل كتاب بس بكتير جوهر الحب مع الزانية مع التومة احبني بمجانية بلا شروط وبلا حدود كمان ربنا ما في حدود لرحمته اوقات نحنا البشر يمكن اوقات نحنا بالسلطة اللي عنا اياها من حتى حدود لرحمة الله منقول هيدا الله بيرحمه هيدا الله ما بيرحمه من دين بعضنا يعني اذا الله رحم الاخر نحنا ما منرحمه ومنقول مش معقول ربنا يرحمه مين انا الانسان لا اوقف قدام رحمة الله اللا محدودة ومشان هيك يرحمه وحب الله ابدي يعني بلا شروط بلا حدود وحب ابدي بمعنى لا ينتهي ماربولوس بقول واضح كل شي بيوقف بينتهي الايمان بيخلص الرجا بيخلص اما المحبة فلا تزول ابدا واذا انا ربنا رح يحسبني ويوم الدينونة هو سيكون يوم الحب الاعظم رح وقف قدامه وقال لي ادي حبات ادي رحمت انا حبيتك انا غفرتلك ادي انت حبيت ادي رحمت ادي غفرت فدينونتنا هيدا الحب الابدي الدينونة بيكون على اساس الحب وبتعرف هالجملة الحلوة اوغسطينوس اللي بيقول مقياس المحبة نحب بلا مقياس واخيرا حدا قال لي مين بيقول هالجملة ايه لا مزور دي الامور دي ميساو مزور ما في مقياس المحبة نحب بلا مقياس محبة لانو كذا مرة وده عارفين بيقوله اوغسطينوس اوكي افكرة رائع هلا في كتير غير اوغسطينوس رددوه وضبطوه وعدلوه بس هو اللي اطلق هالجملة ملا لانو ربنا هو اللي حبنا بلا مقياس انجلتشو حلو قدي حلوه نحنا ب شهر قلب يسوع كثير بيجي على رأس كثير من الأشخاص الرحمة وخاصة رسولة الرحمة الإلهية يعني ديسي فوستيل وكثير هيك كتباتها مميزة عن رحمة الله يعني تغرف بقلب رحمة الله وبتخليك هيك تغوص معها يعني أنا دايما 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 بقرأ كوتس مأخدين عندي كتابة يعني بقرأ بنكتابة حتى قديش اليوم بأمثل حاجة نحنا نكتشف رحمة الله ومحبته يعني بتقول هي بكتابتها أيضا رحمته ما بتخلم من محبته محبته ما بتخلم يعني بكمله بعض فقديل إحنا بحاجة اليوم عن جد لهال نرجع عن حتى عيوننا بهالمطرح أيضا قلب يسوع يعني هذا الشهر هو مثل ما قلنا مثل ما أنت كمين هلأ عم تذكر أنه إلي رجعنا لهذا المطرح لنتأمل بالحب الإلهي وحب الفادي يسوع الذي أحب فافتدأ البشرية ونتأمل كمين برحمة الله انطلاءا من المحبة والرحمة مع بعض البعض هلأ أكيد شهر قلب يسوع أنت ذكرت سور فستين ولكن هلأ منقول كمين شهر قلب يسوع مرتبط كمين بتقليد كنسة قبل سور فستين هلأ ما حكينا بعض عن تقليد الكنسة 100% بس لأنه لقلك ليش قلتلك هيك لأنه في كثير أشخاص بشهر قلب يسوع بغرب يروحه عند فستين صح لأنه يمكن هي أكتر من لأنه المحبة والرحمة هلأ نحن يعني واجهين لعم نحكي عن ذات الجوهر بقى مشان هيك دائما منقول الله بيجوهره هو حب الله محبة هيك يوحنى بعلاقته مع البشرية هو رحمة يعني المحبة تتجلى رحمة مع الآخرين ما فيني أقول أنا بحبك وأنا بعيد عنك ما فيني أقول أنا بحبك وأنا ما بنزل صوبك ما فيني أقول أنا بحبك وأنا أحشائي ما بتتحرك بقى منشوف يسوع المحبة المتجسدة يلي ماشي بين الناس رحمة للبشر بغفران الخطايا أولا بشفاء المرضى بتحرير الإنسان وكمان بذات الوقت بإعطاء ذاته من أجل الإنسان هيدا المحبة التي تتجلى رحمة والرحمة يلي هي حب بجعب أقول لا ينضب أبدا لينبوع ماء خي عند يوحنى هيدا الحب المتضفق الدائم دافعا بتحك لأنه قدين إحنا مهضومين إيه انت و أنا بلشنا الحلقة بالقلب نحنا حلق بس حدركها هيك هلق ما نحكي عن تاريخية عبادة قلبي أسمع صحيح لا لا مش مبالشين غلط لا لا مش غلط لأنا نحط الأساس أنا ما قلت غلط الأساس هو الكتاب المؤدس وكلمة الله ودى التقليد لنوصل لأنه الدكين ممع شي صغيرة بالأول الكرة عم نحكي عن يعني حسب بكت حتى محضرة سرعة بتحك لأنه لحظت أننا بلشنا من تحت لفوق بس هذا الشيء كتير مهم الأشياء اللي نحكي يعني هذا الأشياء اللي حكيناها أكيد أبطل حط على جنب لأنه بتعقد ولكن هلق بدأ أسألك عن وأنت ذكرتها من دقيقتين وقالتلي أنه قبل فوستين القديسة فوستين لما حدا يزعل مني قبل كمان الكنيسة كرمت وعبادة قلب يسوع هي عبادة أساسية بالكنيسة بالأربان بي 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 سأترك لقلك هلأ هنا منرجع نحكي فيها بكل هيك بكل بساطة العبادة قلب يسوع داما برجع بقول اليوم بفكر الكنيسة يعني باليهاوت الكنيسة كل عبادة كل تكريم أساسة هو كلمة الله مشان هيك حتى بعبادة قلب يسوع العبادة الأولى حكينا فيها بالبداية بأننا ما كنا بعيد كتير عن الموضوع بلاشنا فيه بكلمة الله اليوم العبادة ترجع إلى الكتاب المؤدس لا تحكي عن القلب في الكتاب المقدس علاقة الله والإنسان وهالقلب يلي هو سكن الله بذات الوقت العبادة التانية المباشرة منشوفها بالإنجيل الرابع إنجيل يوحنى يلي مثل ما أنت ذكرت الذي أتكأ رأسه إلى صدر المعلم إلى قلب المعلم وهون بلشت العبادة الحقيقية بكلمة الله وتأعلن حب الله بأن الله بجوهر ومحبي بذات الوقت ما تنسى كمان تومة من هالشخصيات يلي كمان عند بالإنجيل يلي وضع يده على جنب المسيح ومن هونيك كمان تحول شكه إلى يقين بالبعد الكتابي القلب له مركزيته المحطة التانية والأهم هي صار بالقرن السابع عشر مع راهبة من رهبات الزيارة بفرنسا اسمها مارجوريت ماري ألاكوك تقريبا يعني عايش هي بالألف وستمائة وسبعة واربعين هي كانت من الرهبات يعني الحبيسات بي سبعة وعشرين ديسمبر يعني كانون الأول يلي هو بالتقليد اللاتيني بالكنيسة اللاتينية هو عيد يوحنى الرسول ويوحنى هو رسول الحب الإلهي هي عم تتأمل قدام الإربان والإربان مثل أنت ما ذكرت هو العبادة القلب الحقيقية أنا كل الحب أراه في هالكربان البيضة يلي واقفي يلي موجودة يلي دايما مرتفعة قدام عيوننا بتذكرنا أنه هذا الحب هو تقديم ذات مثل ما يسوع قدم ذاته بقى قدام القربان بيظهر علي يسوع وبإلا بيطلب منه أنه تنشر عبادته بوقت تعرف دايما نقطة بيكون في ظهور بيكون الكنيسة عم بتعيش ضياع معين أو ظروف إيمانية صعبة بإلا بكل بساطة أنا هو القلب المليان حب هذا القلب الذي أحب العالم مع أنه في كتير ناس عم بهينوا هالحب عم بيبتادوا عن هالحب عم بيسيئوا لهالحب بقى نشري عبادتي من جديد والعبادة يلي كاد مرتكزة أولا على متى تعلموا مني أني وديع ومتواضع القلب فهالمسبحة قلب يسوعية اللي بلشت وانتشرت من الانتداء من القرن السابع عشر بالتقليد الكنيسة وبعدين مع الإرساليات ووصلت إلى العالم كله كانت محورة كلمة الله اتأمل أنه الله بيجوهره هو محبة وهالقلب الذي أحب العالم وقدي أنا الإنسان مدعو أني اختبر هذا الحب وأني بجعب أقول ابني علاقة مع يسوع المسيح واتأمل بالوداعة والتواضع ما مشانك نقول لهم اجعل قلبي مثل قلبك لننطر أكيد للقرن التاسع عشر في البابا بيو ستاسع يلي كمان أصدر رسالة يلي فيها كمان رجع كرس خلينا نقول أوروبا كمان لعبادة قلب يسوع وبزهور لمارغوريت ماري ألاكوك بإلا يسوع أنه يتكرس بالكنيسة أول جمعة من بعد خميس الجسد يعني ربط بجعب أقول هالعبادة بالقربان المقدس إنه هيدا الجمعة يلي هو نحن اليوم تحول بعدين لأول جمعة من كل شهر لعبادة قلب يسوع بهذا النهار بإلا كل إنسان يعني بيرجع وبيتوب وبيكتشف محبة الله وبيرجع بيتجدد وبدي أقول أنه نحن بإطارنا اللبناني حلو نضوي عن عبادة قلب يسوع مع البطلك المكرم الياس لحويك البطلك المكرم الياس لحويك بسنة 1921 بـ 29 أيار 1921 بكرس لبنان يعني أعلى اللبنان الكبير بكرس هاللبنان الكبير لقلب ربنا وبيطلبنا الناس أنه يتأملوا بهذا الحب وأكيد اليوم بعد مئة سنة مع البطلك المكرم نعرف أنه الحب واحد هو اللي بيحرر الحب واحده هو اللي بيعمل وطن الحب واحده هو اللي خلينا نقول بيشفي والحب هو اللي بيعمل مصالحة البطلك العظيم المكرم إن شاء الله نشهد قداسته عرف أنه الحل لبنان هو بالحب وليس بالعداوي وليس بالعنف وليس بإقصاء الآخر وكمان بيرجع بذات السنة بنزل منشور عن عبادة قلب يسوع وهذا الشيء بيتعزز أكتر بكنيستنا وخاصة بالكنيسة المرونية لأن إحنا بنعرف أبونا أنه أقدم الأخويات بلبنان صح إن أخويات قلب يسوع مئة بالمئة فهيك تأكيداً على حديثك يعني حبيت الفكرة كتير بس عندي سؤال أحسأل يعني لو هيك شوي غريب ما بيتجدد التكريس لقلب يسوع بينعمل مرة واحدة وخلاص لا أكيد أنت بتعيش تكرسك يومياً هذا السؤال يعني أنه بيتجدد لأنه اليوم أنا ومعك أول مرة بسمع أنه نحن لبنان مكرس لقلب يسوع يعني هذا كان شيء جديد علي يعني بعتقدت حيكون شيء جديد على كل العالم لأن دائما بنحكي عن التكريس لقلب مريم الطاهر وانتصار وكل سنة بنجدد التكريس وبروبا جاندا ومثل عن مبيع بروداكت بس أنه نحن بمعيلة تانية نحن مكرسين لقلب يسوع يعني هو مصدر كل الرغبات مصدر كل شيء قلب الكنيسة الكنيسة بلى قلب لا تنبض والإنسان بلى قلب ما بيقدر يعمل شيء بيبنوت بسكتة قلبية حلو نتعرف على التكرس لقلب يسوع أكيد صلاة يعني هي مفروض تقوم معمولة صلاة إذا بدك كل شيء كل عمل تكرسي مرة كنا عم نحكي يمكن جائيف أنه وتقول أنا بتكرس لقلب يسوع أنا بتكرس لقلب مريم شو بكون عم بقول يعني أول شيء التكرس تعرفوا نحنا التكرس الحقيقي الأول والأخير هو لله نحن مكرسين المكرس يعني أنا شخص قدمت كل حياتي وبذات الوقت الله هو يلي قدسني هو يلي جعل سكنا فيي بقى نحن بحكم المعمودية مؤمنين ومؤمنات كلنا صرنا أصبحنا مكرسين لله هلأ بتجي العبادة لتذكرني بمعموديته يعني أنا بدأتكرس لقلب مريم هو التعبير الأفضل أنا أتكرس كمريم لله مريم هي مثال المكرسين والمكرسات هي بتقلي كيف أنا بعيش عم بحفظ كل هالأمور بقلبي وبتأملها وطوبة للذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها وكيف مشيت هالدرب مع ابنه بقى أنا إذا بدأتكرس لمريم أنا بدأتكون عارف أنه أنا عم بتكرس كمريم لله وعيش بمدرسة مريم منا قصة عواطف أكيد لا يعني هي قصة فعل حقيقة مغامرة حقيقة ومغامرة يومية مغامرة يومية مغامرة يومية مريم عاشت مغامرة مع ابنه يومية كانت عم تنتقل معه كانت عم بتشوفه كانت عم تسمعه كانت بجعب قول الإنجيل لو بحط آية صغيرة بس هالآية بتكون عم بتلخص مسيرة إنسان مع الله بقى هيدا شي مش هنجدد التكرس كل يوم أنا بدي أقوعة وتذكر أنه أنا ابن الله أنا بنت لأ الله وقلب يسوع شو بيرجع هون التكرس قلب يسوع بدنا نجدد وقائه كل يوم أنا مدعو للحب كل يوم مدعو أني أغفر كل يوم مدعو أني أرحم بقى هيدا التكرس اليومي ما بيكفي متل ما قلت أعمل احتفال وبهوراه وأعمل بروباجندا مش هيدا هو التكرس يعاش في الصمت في صمت القلب هناك يعمل الله شو حلوة قديش مهمة هالجمل اللي قلتها لفتلي نظري على شي نحنا اليوم بهال هالزمن يلي عم نعيش فيه ولا ممكن نقدر نعرف الآخر شو دينه ومهم أنا بالنسبة إلي كتير مهم إني ما أعرف الآخر شو دينه بس إني ميز قديش هالآخر بيحب لأنه إذا محبته صادقة أو حقيقية أو محبته مانا صادقة أو مانا حقيقية أنا ما بهمني بشو بتآمن أنا بهمني شوف اللي أنت بتآمن فيه بيتصرفاتك بأعمالك بوجك بخدمتك ببسمتك عم نفقد بسمة العالم اليوم شو هي البسمة مش لما عيون الشخص بتضوي وبتحسه هيك عباله يعمل شي أو بده يخدم بده يساعد بده يكون إنسان الإنسانية اليوم عم نفتقدها شوي فكتير مهم في عالم في حدا كاتب في فرنسا بيعتقد أو يطالب بيقول أنه ما تخبروني عن المسيح إنما خلوني شوف المسيح بأعمالكن يعني فهدي هيك مساج صغير اليوم لو بالقلب بس إنه بدل تركب محلل ما تنسى جون إيب بس أقول أنا أؤمن يعني أول شي أنا أؤمن مش مجرد أفكار بأمن فيها ولا شعارات برددها ولا بيكفي إن أنا كتر مسابح أو كتر عبادات لأقول أنا مؤمن المؤمن الحقيقي هو الملتزم بقضية يسوع وإنت اللي قلتها قضية يسوع قضية هذا الحب الإله هو الإنسان من أجلنا ومن أجل خلاصنا هذه قضية يسوع مشان هيك ما بيهمني أكيد أنا من الآخر بانتماءاته الدينية لأنه يسوع أصلا لم ينظر إلى الآخر بالانتماء الديني ما قيل هذا يهودي وهذا وثني وقتا كان يقول له خليك بمطرحك يسوع كان يكسر كل حواجز يذهب إلى عبر الأردن أصلا رسالته بلشها بالجليل ما بلشها بقورة شليم جليل الأمم شو يا جليل الأمم يعني هالمطرح يلي كانوا بالنسبة لليهودي ما كان المظلم لا مظلم لأنه في وسانية والوسانية سوري على الكلمة هن كلاب بالنسبة لقلهم يعني هن منهم تابعين إلى الشعب المخلص هناك يسوع كان عم بيشرق ويقول أنه كل إنسان هو مدعو إلى الحياة وحب الله منه مشروط ما كنا عم نقول منه مشروط منه مشروط من قال لي أنه يسوع بيحبني بس إلي ما بيحب الآخر إذا كان مسلم أو كان يهودي أو كان مين انتمائه حب الله يعبر كل الديانات حب الله يعبر كل الحواجز حتى يطال قلب يسوع حتى يطال قلب الإنسان مشا هيك أنا بقول إذا أنا مؤمن مسيحي بدي يكون التلميذ حسب التلميذ أن يكون مسلم معلمة يعني بده يطلع للإنسان ويعرف أنه هذا الإنسان هو موضوع خلاص وموضوع حب لأله واو حلو بدقائق الأخيرة عبالي أسألك سؤال دايما يسأل يعني نحكي اليوم عن العدالة العدالة اللي هي منحكي أنه دينونة طيب يا في سكيزوفرانيا بمطرح يا في علامة استفهام كتير كبيرة طيب كيف اللي بحب مجانية وبلا حدود وكل هالصفات الرائعة يلي منسمعها ومنقرية ومنختبرها مع يسوع من ويلة تانية منشوف أشخاص اليوم عم تستغل هالكلمات الحلوة اللي بتشبه ربنا وتجي بتقول بلا ربنا سيودين ربنا سيحاسب ربنا رح يضرب ربنا رح بقاصس ربنا رح 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 ونشوف صورة أصلا مش شايفينها بالكتاب يعني أصلا مش شايفينها لا بالكنيسة ولا بالإدارة الديسين ولا حتى بكلمة الله بزيته بالإنجيل شو ممكن ترد بهكي بالآخر عن هالموضوع أنا بدي أقول هدا الموضوع منيح ليفتحته جائيف لأنه يمكن في رسالة مهم كمان توصل لكل يلي عم بيسمعونا وعم بيشوفونا عبادة قلب يسوع وخاصة بهالظرف اللي عم نعيشه بهالظرف الأزمة يمكن لترجع تفرجينا تقلنا رجعوا اكتشفوا صورة الله الحقيقية صورة الله يلي هي محبة ورحمة أولا لأنه للأسف وبرجع بقول للأسف يمكن من خلالنا نحن بعض الكهنة بعض الرهبين بعض الرهبات بعض المعلمين لهوتيين ما بعرف ولكن عم بزمن أزمة الكورونا وزمن الأزمة الاقتصادية عم نفرج صورة لا تشبه إلهنا هل إله يلي يعاقب هل إله يلي باعت الوباء لا نحن نكترت خطيانا هذا ليس إله لا إله العهد القديم ولا إله العهد الجديد منه الإله الذي تجسد حبا بالبشرية ومات وقبل كل العار وقبل كل الخطايا حتى يفدأ الإنسان هذه الصورة أساسية عبادة قلب يسوع يمكن هذه السنة لا ترجع تقول لي يعني اكتشف أنه الله محبة والذي يحب مش معقول هي موت الإنسان وممكن اللي أقام الإنسان إن الموت أصلا وعشه وخلصه وحبه واحتمل كل شي كرماله وهو يقام من الموت وقبل إنه يموت مية بالمية مش معقول يعني مشان هكي نرجع نكتشف نرجع نفرج للناس من هو إلهنا مين هذا الإله الحب الإله الرحمي بذات الوقت كنت عم بقولك يا وبدأ إنهي مشان قصة الدينونة وقصة العدالة والرحمة أكيد بالكتاب المقدس نحكي عن عدالة الله ومنحكي عن الدينونة يسوحك عن الدينونة ما فينا نقول اليوم لا أنا إذا الله بيحبني يعني مش رح يدينني ولكن اربط الدينونة بالله وليس في أنا يعني برضا اربط الدينونة بعمل الحب مشان قلتلك الحب مسؤولية اليوم إذا أنت أنت بتحب مرتك الحبك لإله هو التزام معه حصاب الأخير هو أماني لإله وإنت تخون الحب فأنت ستحاسب أنت رح تحاسب خالك والآخر اللي هلقدي بيحبك بس وقف قدامه رح تحس حيلك أنك أنت مزعوج أنك أنت خجلان هايدي الدينونة الحقيقية رح أوقف قدام ربنا وأكيد رح يدينني رح يدينني بس أنا أعطيتك الحب أنا أعطيتك ذاتي أنا طلبت منك شغلة أساسية أنك تحب كيف حبات أحب بعضكم بعضا كما أنا أحبابتكم مشان هيك كمان قال بيقل لي في وزني عطاني إياها رح أقل لي شو تجربة هالوزنيات شو عملت؟ بنهي أنا سأدين ذاتي أمام حب الله أنا سأحاسب حالي قدام محبة الله هلأ بهاللقاء وين رحمة الله شو بيصير أنا بمسيرتي هذا يعود إلى الله من يعود إلى الإنسان نترك الدينونة لله لا تدينوا لألا تدانوا وبذات الوقت دينونته اللي فيها عدل فيها محبة هو بيعرف وأنا رح أقرر مصيري أمام الله دينونته هو اللي رح يدين أكيد هو رح يديني بس أنا هو رح يديني ما بقى ندين بعض يعني ما بقى نحكم على بعض حتى هو عم يدينني جواقيف أنا رح يدين ذاتي يعني أنا بس بيني ما هي وجها اللي وجها بس أنا أكتشف هذا الحب المراية أنا قدام المراية أنا رح أكتشف ذاتي سحشوف أنه وين في مطارح محبات فيها مرحمة فيها وبطلب رحمة الله مين قال أنه رحمة الله تتوقف عند القبر أبدا الرحمة الله أبدي حب الله أبدي بقى رحمة الله دايما بترافع الإنسان وإيد الله الرحومة حتى من بعد الموت نشهد أصلا أنا كفي كتير إديسين ومكرمين وطبويين بعتقد رحمة الله كفيلة لأنه تبين لنا أنه حتى ما بعد الموت رحمة الله بعدها حاضرة أنا بقول مش معقول واحد إنسان اكتشف حب الله ورحمة الله أنه ما يعيش بها الحب وبها الرحمة ومش معقول إذا يكتشف ورفض هذا الرفض هذا بيكون هو مسؤوليته مشان هيك أنا يا بقبل عمل الله أو أنا برفضه إذا قبلته حتى لو كنت ضعيف رحمة الله ستعمل إذا ما قبلته ورفضته وجحدت بقى أنا بالنهاية عمدين حالي حتى دينوني أبدي أكيد لشأن بقى قداش مهمة بالنهاية فيه أوكي هو هو اللي رح يحكم بس فيه نحنا كمان أكيد وهو كمان حتى ما بعد الحياة بالحياة التانية يعني ما بعد هيد الحياة بضل عم يحترم رأينا وحريتنا وحرية مسئولية بدأت حملها صوب الأخير وأنا يعني بالنهاية الله إذا بدي أقول اليوم من قلبه إذا بدي إنهي شو رغبة قلب الرب رغبة قلب الرب أن يخلص كل إنسان ربنا ما بده ولا واحد مننا ينزل لجهنم ما بده ولا واحد مننا يموت موت أبدا ولكن حتى قدام هذا الموقف وحتى قدام هالحرية الكاملة ربنا بيعطينا الحرية وبيقلنا أنا راغبتي عم بقلكون إياها وإنت أقرر شو مصيرك أنت بتقرر بعلاقتك مع الله شو بيكون مصيرك بهالدني وبالدنيا الآخرة أبونا أنا بدي أشكرك عن جد هيك هيا حلقة تانية وهك مبسطت إنه كنت معك بحلقتان نشكر الله عليك وهك حضورك مميز وكلماتك حلوين كتير وهك بيلمسوا القلب بيلمسوا القلب بدي أشكرك على حضورك على المعلومات على الأفكار على الاختبار الحقيقي يلي نقلته وأكيد الأشخاص يلي رح ترجع تحضر رح تعرف أنه عن جد في حقيقة بشي لعب تحكيه مش أنه نحن عم نعمل نعم نبيع حكي مش عم نبيع حكي أبداً فمارسي كتير لألك عم جاد مارسي لألك وربنا يقويك ويقوي كمان رسالتك ورسالة ها التليفزيون ليوصل حب الله لكل إنسان بالآخر أنا بدأ أتشكر متابعتكن ونرجع من تلاقي إذا الله راد بحلقة جديدة الأسبوع الجاية إلى اللقاء اشتركوا في القناة